طلب رئيس السيسي بضرورة إصلاح السياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على التمويل وفقاً لأولويات الدول النامية مؤكداً ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل كما أكد رئيس السيسي الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي والهيكل الاقتصادي والمالي الدولي بما يشبله من استحداث الأليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الأليات القائمة إنما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري إنما تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم والتي تنحكس سلماً بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية لقد أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمراً لا مفر منه ويأتي على رأس ذلك الصح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي بما يشمله من استحداث أليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الأليات القائمة ويضاف إلى ذلك إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف